اشتركوا في القناة بأفكار متنوعة وبرامج مسلية قدمت مكتبة الأطفال بمركز عيسى الثقافي ورش عمل متميزة عن بعد اعتمدتوا بالدرجة الأولى على تنمية المهارات الإبداعية والعملية لدى المشاركين وفق كافة الإمكانيات المتوفرة في منازلهم نحن في مكتبة الأطفال بمركز عيسى الثقافي نحب نقدم دائما أشياء مفيدة وممتعة حق الأطفال نمزج الثقافة والمعرفة مع المتعة واكتساب الخبرات اليديدة ومهارات وصقل المواهب وبناء الشخصية فنسوي برامج وأنشطة كثيرة خلال السنة كلها ولكن عطة الصيف هي لأنها فترتها طويلة فتكون فيها أنشطة مكثفة ومستمرة أكثر أشياء متنوعة ومختلفة أشياء لها علاقة بالمثلا التكنولوجيا وأشياء يدوية أعمال يدوية تنمي مهاراتهم تسقل مواهبهم إذا أحد عنده مواهب في الشيء اللي مقدم وفي نفس الوقت يكتشفون أهم شنو يقدرون أو شنو يحبون أو شنو الهواية اللي يحبون يمارسونها هذه الورش ضمت الكثير من المواضيع والأعمال اليدوية ليكتسب المشاركين من خلالها مهارات يدوية مختلفة بالإضافة إلى عدد من الورش تم تنظيمها على الأجهزة الذكية قدمنا هالسنة مع جواهد الكورونا برامج أونلاين والبرامج اللي قدمناها حاولنا قد ما نقدر نقدم أشياء يقدرون الأطفال يطبقونها معانا في البيت أونلاين وحاولنا نوفر عدد محدد من المشاركين اللي يسجلون معانا هاي الخامات يأخذونها من المركز عشان يقدمونها ويطبقونها مع اللي يقدم الورشة مباشرة ويكون في تفاعل دايركت مع اللي مباشر مع اللي يقدم الورشة وخطوة خطوة يساوون النشاط اللي قاعدين يقدمونها تفاعل الأطفال على الأونلاين وايد حلو ما توقعنا بيكون هالتفاعل كبير قلنا يمكن هم مدارس أونلاين فيمكن ما يتجاوبون ويانا لكن ما شاء الله عليهم لكون إقبال كبير أتاحت البرامج المقدمة لكافة الأطفال من داخل البحرين وخارجها المشاركة والتسجيل عبر زيارة منصات مركز عيسى الثغافي في وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للسقل وتطوير مهارات البحث والتعلم عن بعد كما لعبت برامج الأشغال اليدوية دورا كبيرا في إطلاق العنان للأطفال بما تحملهم من مزايا كتحسين ملكتهم التخيلية ومعارفهم وتطورهم الاجتماعي ما ساعد أولياء الأمور على اكتشاف مواهبهم الخفية وتطوير قدرتهم الإبداعية برنامج صيفي ثقافي متكامل تقدمه مكتبة الأطفال بمركز عيسى الثقافي للأطفال والناشئة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تحاكي رغباتهم الصغيرة وتمدهم بالمعلومات المفيدة وتشغل أوقاتهم بكل ما هو ممتع ومفيد حول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين